أنا زهقتي يا توماس، حقيقي زهقت مش عارف أعمل إيه معاه على طول ما حسسني بإهماله ليه هو نسي أفضالي عليه هو نسي كان إيه قبل ما تجوزه ما تنسيش إنك اخترتي وفضلتي علي أنا إلا قريبك أنا حقيقي ندمان على الاختيار ده لكن أعمل إيه أنت كنت عايش هنا في إنجلترا وأنا كنت عايشة في مصر الوحدي مع دادي ومامي أيها حبيبتي لكن إنتي كنت عارفة إنك حترجعي تاني I'm so sorry يا توماس لكن أعمل إيه أنا كنت عايشة في فراغ عاطفي وشيهاب عارف إزاي يملى الفراغ ده ياريتو ما قدرش ما تتصوريش أنا تعزبت ده لما قريت جوابي كنت بتعتذري فيها عن جوازنا أنا حسيت يومها إنك حكمت علي بالإعدهام عشان تسيبيني أنا الواحد من بلد رهيبة واحد كان ولا عاجة أيها بس ما تنساش إنه شهاب دلوقتي بقى من أشهر الجراحين في العالم بقى ينافس دكتور مجدي يعقوه وده كاترة كتير قوي موجودين في إنجلترا أيها بقى من أشهر الجراحين وإنت بقيت من أشهر التعيسين أعمل إيه؟ أنا مستحملة تصرفاته دي كلها عشان ملفتش نظر من الشغلينة ويدايقنا عادي يا حق قالي كنت ناسي لموضوع ده الشغلينة محتاج لسرية تامة وإنتي برب عليك إنك عرفت إزاي تشاركيه بملكية المستشفى بقيت عايش للشغلينة وبس غير كده ما بقاش في أي حاجة تهمني طب وبيتك وأولانك بيتي أنا حاسزني جريب في بيتي عايش لوحدي مراتي على طول إيهما مسافرة إيهما بتشتغل حتى طريقة كلامها معايا فيها صيرة الأوامر تعال نروح للمكان الفلاني تعال نحضر الحفلة الفلانية مفيش أي تقديل ليا والشغلية ولا ليا كزوج تعارفت كويس إن أنا تربيت في بيئة شرية يعني إحنا عندنا انتزامات واجبات الزوجة ناحية زوجها ومفيش واجبات الزوج ناحية زوجته طبعا فيه ويمكن أكتر كمان لازم تحسسها بالحب والحنان والاطمهنان والاحترام لازم يوفر الله كل احتياجاتها هي كمان لازم تحسسه أنه أهم حاجة في الوجود ولازم تربيه لولاده أحسن تربية أنا لأول مرة أحسن أن البيت في حياتي يريد تصدقي إن أنا طول عمري كنت بتمنى الهدوء إلا أن لقيته في بيتك لها خلاص يريد تبقى أتكرر الزيارة يا دكتور يا احبالة يا دكتور حافظ مرغيب نعم سيد حسن نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كان زمان الحفلة انتهت ياه انت حاسبها بالثانية انتي زي سهران الآن مش حاسة انك مرهقة مش تلايس تراح شوية ياه انا اتأخرت قوي في الحقيقة انا قلت لها الكلام ده لكن اي عصرت ان احنا ناخد درينك مع بعض باي واماديا توماس شكرا انك جيت معايا انت سيجد ياه ايه يلت الزوق دي انت ازاي تحرجه بالشكل ده انا اللي طلبت منه يوصلني ويخش ياخد درينك هو اللي يليل الزهو كان لازم يقدر انك انت تعبانة ومرهقة من الصفر كل يعملوا ان هو يوصلك ويمشي على طول مش يقعد ويأخذ راحته في الشرب شهاب انت كلامك بقى فضيع بقى فارق اجراسف هو اللي يقول الحقيقة يبقى اجراسف اللي يهتم براحة مراته يبقى اجراسف خلاص مش طالع استريحي؟ لا مش هستريح انا طالع استريح ايه يا ماجدي مامتك بتروتش عايف التليفون ليه؟ ايه؟ مالهما والدكتور قال ايه؟ طيب طيب انا جاي حالي ايه؟ ايه ايه تان يا ماجدي؟ يا بابا انا عايز اقول لحضرتك انه مفيش داعي انك تيجي لا لا الازمة انتهت والدكتور جي شافها وقدها حقنا والحمد الله بقت كويسة يا حبيبي هو انت اديتني فرصة اقولك حاجة؟ لا 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 احنا جايين على طول لا ده عمته احسان حتى كتعايزة مهد بات عندها النهاردة وتستريح بس اتعرف معها بقى اصارت انها ترجع معنا على البيت انا الحمد الله دلوقتي بقت كويسة الحمد الله يا عمدي انا مش قادرة افهم هي ليه مصرة على انها تروح بيتهم الليلاتي يا بنتي تلي تعبانة خليكي بيتة هنا وكمان سوهة تبت معاك معلش يا عمدي اصلا انا ما بعرفش انا من لا في السرير ريحي نفسك يا سونسوه بنت اخوكي ما بتحبناش ايه الكلام اللي بتقوله دا يا عاصم ديه؟ فعلا والله ما بتعرفش تنمغل في قضيتها طب وانت يا سوهة كمان متعودة؟ سوهة عندها محاضرات في الصبح ولازم تحضرها او كمان ما يشكس كل محاضرات ولا الكتب يلا بينا بقى عشان ببقى الان قوي بقولك يا مكدي يا حبيبي كلموه في التليفون وخليه جيبات هنا وكل كوباته عندنا ما انت عارفة يا طنط مش هيوافق انت عارفة ابن اخوكي اه انت هتقوليلي على احمد جزك طلع براوي زي ابوه ما كانش يحب يزور حتى حد من قريبه الظاهر يا حبيبتي ان ما فيش حد في طيبة قلبك ابدا اه اوعى له utiliz حبيبي اه اه ايه اه اهetically حصلz قليلي اتهلمه ابدا صي сотруд珀 زيته solutions انا قلت الكوا هنتروحوش يلا حبيبي خشει على سيكس رائحة ما تقلقش يا بابا هي كويسة والحمد لله الدكتور طمننا قالنا من المجرد إجهد عصبي انت عارف مها بقى هي ما بتحبش الحفلات والدوشة الحفلة كانت ماشية كويس قوي وزي الفل والناس كلها مبسوطة تقوم تيجي بنت أحمد ابن أخوكي على الأواخر كده وتقلبها غم معلش يا حبيبي ما تزعلش تلاقي بس حد بالمعازيمة عينيك أنت وحشة حسدونا الغيرة كانت بينا فانيهم وليه ما تقوليش بقى إن ده من القرط عقرائبك والبنت أصلا ولا كدت تعبانة ولا حاجة قالت بس ان منكد عليهم تلاقي دا يا حبيبي انت عارف اني مها عيانة بصراحة بقى يا سنسون يا حبيبتي أنا بتشائم جدا من الحاجات دي خصوصا في يوم زي دا ما تزعلش يا حبيبي أنا وانت هنامل دلوقتي عيد ملا تاني ولا تاني ولا تالت الله انت زعلان بجد أنا هعرف ازاي صالحك ثانية مفتاح العربية لك النفسك تشتريها ثانية يا حبيبي ايتي ليا جميلة قوي لكن ايه المناسبة يعني؟ وبناسبة تعيد ميلادي يا حبيبتي ميسي يا حبيبي ما تحرمش منك بحبك 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 وانا بموت فيك هلالي 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 مام نا بليز ما تقولش عليهم مرابش دول محترمين ولما يشربوا برضو محترمين نفسي مره ارجع البيت الاقيك موجودة انتي واخوكي وانا كمان نفسي ارجع البيت الاقيك موجود دايما مشغول وحتى لو مش مشغول ما تبقاش في البيت كأنك مش عاوز تقعد معانا انا انا موريش حاجة في الدنيا غير شغلي وانتي واخوكي اولا ما قلتش مام تانيا قلت شغلك قابلي انا واخويا ماهر وهو شغلي ده عشان مين مش علشانكو علشان تفتخروا بابوكو احنا عنفتخر بيك اكثر لو كنت حوالينا وجنبنا يعني انها تلقت غلطان دلوقتي طبعا غلطان انت لازم تكون قدوة لولادك انتي السبب في كل المشاكل اللي بتحصل في البيت عارفة لو كنت ربيتك ولادك كويس ما كانتش بنتك روحت الساعة واحدة بالليل وهي سكرانة انتي عارفة انها مبتتش في البيت مبارح انا عارفة جون قالي انها كانت عن صحبتها وانتي صدقتي ما صدقهاش ليه ايه اللي يخليها تجدب طريقة تربية تكلية هي اللي تخليها تجدب انت مربتهاش معايا ليه هو انت تديني فرصة هو انت موجود في البيت او 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 انا هنرجع للخصة دي تاني دي ما يتعيش هتعرف تلمي مام وانا انزع لان من ايه جون ارجوك ما تقولش البابا ان انا اصير تذاكر وما تقولوش كمان ان انا مش اروح الكليه بكرة الصبح لقيني انا دلوقتي داخل انام انت فاهم ما تقوليش مش هقدر اكتب على قالي لو مسألكش ما تتكلمش ممكن اعرف انت ليه ما تجاوسيش لحد دلوقتي هتستغرب لو عرفت ليه لانك انت السبب انا ليه لاني معتبرك مسألي الاعلى نفسي اكون دكتورة مشهورة زيك الشهورة في حد ذاتها مش هدف ليه لكن النجاح هو هدفي انت على ما يبدو اتغيرت يا مورت انا ايه اللي خلاك تقول كده يا توماس لانه كنت طول عمرك قوية الشخصية حتى لما اتجوزت شهاب انت اللي كنت مسيطرة على كل تحركاته حتى كلامه وارضه لكن انا شايفه في الفترة الاخيرة دي ان هو اللي بقى المتعجم بقى راجل شرقي زيه يسيطى على واحدة غربية ارقى منه انا عاوزاه يعتقد في اللي انت بتقوله ده المهم اني انفذ كل اللي انا عاوزاه وعمله ما تنساش كمان انه املاكه تقريبا هي املاكي وعندي مطلق الحرية في شغلي وكل الانشطة اللي انا بقوم بيها ما هو اللي انت بتقوليه ده هو اللي وفق له الفرصة انه يكون علاقات خاصة مع اكتر من واحدة انا سمعت كلام بيتور في المستشفى انه له علاقات نسائية من اللي بيشتغلوا معاه في المستشفى الحقيقة انا رسه متأكدش لكن اللي عرفته انه بيستغل شهرته في تأثيره وعلى اي وحدة تحكمه ده انت يا جباه في مصرحات عطيلي اشتغل شهرته في المستشفى اشتغل شهرته في المستشفى اشتغل شهرته في المستشفى موسيقى اشتركوا في القناة 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 ما عاصم بيه ما حضرش اساسا الله انا بصراحة بقى انا بحبس كتر الاجتماعات كلها كلام في كلام وكل واحد فيهم وعايز يعمل فيها ابو العريف يا عاصم هم دولة مدير الشركات اللي مسكنها من زمان وانا متهيل انهم عارفين شغلهم كويس كلهم جهلة ومنافقين وبصراحة حبيب تقلبي لازم يكون في رأي واحد بس عشان كل حاجة تنفي سليمة الله معنى كده ان فيه مشاكل يبقى كده الشغل هيتعطى ليعاصم انا فهم الشغل كويس قوي وعارف يمشي ازاي يعني انت رأيك ان احنا نستغنى عن خدماتهم ونقولهم شكرا لا انا مقولش كده طب انت عايزة ايه بالزبط بعد انت عال هنا انت بتروح فين انت بتخرج على انك رايح المكتب لطفي بيقول انك بقى لك اسبوع اكتر ما بتروحش المكتب وانا يعني لازم اروح للمكتب عشان الشغل يمشي بس انت بتخرج كل يوم من هنا تصبح على انك رايح المكتب وانا حبيبتي لازم اروح وقعد على مكتبي عشان الشغل يمشي ده انا بروح بقاب الرجال اعمال كبار وعمل جامدين علشان اعمل معهم صفقات بعيد عن جو المكتب صفقات؟ انا اول مرة اسمع انك انت بتعمل صفقات ما سمعتش عنها قبل كده يا حبيبة قلبي ما تستعجليش ده انا بقعد بتكت الجامد قوي واعمل منورات عشان اخبط الخبطة اللي هي انا عايز منك بس انك تسقي في دمال وبعدين يا حبيبتي هي كلها سنتين ان شاء الله وتبقى مجموعة شركاتك اكبر مجموعة شركات في مصر ساعتها بقى هيبقى اسمك المليارديرة احسان هانب وانت بقى يا حبيبة هيبقى اسمك ايه؟ انا واحدة فيهم مع عبد الرقوف احلاهم اللي في النص دي هاي انت مع عبد الرقوف؟ هاي انا سلوى العزبي اهلا وسهلا اهلا وسهلا اكيد تعرفيني سمعت عني؟ لا والحقيقة انا متشرفتش انا سلوى بنت شدي العزبي عضو مجلس الشعب اه سوري اصلانا ما عرفش اسمك اعضاء مجلس الشعب جاهلي مني مش كده؟ عمرك ما سمعت عنه حتى عموما اه اديك عرفتي اسمه واحد منهم واسمه مهمة اول انا في الحقيقة ما عرفش حضرتك تقصدي ايه بكلامك والله انا اللي مش قادر اعرف ايه لي بين والدك وبين بابايا انا كمان ما عرفش ليه؟ وانت مش تبي بنت رئيس النيابة اللي اسمه احمد عدراقو؟ ايوه انا بنت رئيس النيابة احمد عدراقو؟ ام الازات بي ما تعرفيش اولا لاني ما بيدخلش في شغل بابا وهو ما بيحكيش اي حاجة عن شخص وانا حتى بتعري جرائن؟ احيانا بس صفحة الحوادث لها قصدك ايه؟ زي ما قلت ريك كده بالصفحة عموما انا كنت جاية عشان اتعرف عليك انا في تالتة واتجرى انجلش اهلا وسهلا بتهايقني انت كمان عرفتي اسمي وعرفتي ان انا كمان في اداب انجلش اوكي عندك مانا انا بقى اصحاب وتبقيت زورين في بلتي انا بلتي جان ببلت بابي على طول الليه هو انت مش قاعدة مع باباكي ومامتك؟ يا حببتي لا انا متجوزة انا اتعاملني فرح كان ليلة من الف ليلة وليلة مش بقولك هايك ما بتريش جراير ما انا بعرف الاخبار منك اهو طبعان على كده بقى خلاص هنبقى اصحاب طبعا ده يشرفني جدا بس انا متر استقزم عشان انا عندي محاضرات انقذك بزال بس تتعرفي يا حتمت البنت طلعت شطرة زي ابوها عندها لجوم غير وسيلة للدفاع انما ما قلت ليش البنت بالتحمد عبدالرقوف اتهزت ولا لسه عايزة زقها واحدة واحدة يا شادي دي بنتك رسمالها خطة ما تخرش المي لنوية تخش في زوارقها وتوصل لها كده بزكاء كل اللي انت عايز توصله لابوها على عموم هي خطة مش بطالة بس قوللها بقى تبتدي الزغل العينيها كده بشوية حاجات يعني مثلا موبايل غالي ساعة ايه شادي الترفيات اللي انت عملت قولها دي موبايل غالي بكام يعني ستلاف سبعة تلاف جنيه بعدين ساعة بكام عشرة تلاف جنيه انا عايزين التقيل لا لا يا حكمة مش مرة واحدة كده الاول نقدم لها حاجات بسيطة عشان ما تبتكرش ان سالوى بنتنا بترشيها وبعدين نستنى واحدة واحدة لحد ما نعرف ميتهم ايه ونجبس بالتقيل فيها شادي قلقتني هو القضية خطيرة قوي كده طبعا دي ممكن تهد كل حاجة اول حاجة ممكن يرفع عني الحصانة وبعد كده يحبسوني في السجن خمس سنين على الله يحبسوني خمس سنين؟ يوصبتي ده انا كان يجرالي حاجة لا ومش بعيد كمان جوز بنتك ابو الوزير يخصموا انه يطلقها انت شايفاني راضي يعني عن اللي بيعصل ده لاديني قاعدة هو عمالة خطط وفدتك كنشادي العزبي اللي ما جابتوش ولادة حيدي واحد زي التافه ده اللي اسمه احمد عبد الرقوف اللي ما حقرتوش غير مهيته عشان يهز الامبراطورية دي كلها وحسيتي ايه بقى من البنت دي؟ والله يا بابا حسيدي انا عايزة تسحبني بالعافية اه عاوزين يحرجوني يعني انا رأيي انك ما تديهاش فرصة خالص انها تتكلم معي ما لازبتها ومشيت عن طول بالعكس انا رأيي تخلي علاقتك بيها طبيعية جدا شادي العزبي ده لو اخويا مش غير موقفي الناس كلها قدام القانون سواء والقانون لازم ياخد مجراء اللي بيقوله بابا صح يا معا ومن قيمت بابا كان بيقول حاجة غلط يا سوف سبيها تقول رأيها تفضلي انا قصدي الناس دي معرفتهم فيها فايدة دول ناس اغنية واصلين جدا زي ما بيقول اغنية واصلين واحنا ههمنا ايه من انهم اغنية مش عاوزك تفكري بالاسلوب ده ده اسلوب انتهازي وبعدين دول ناس فاسدين والفساد اللي بيعملوا في البلد لازم ينتهي يعني البلد والوطن لازم ياخد حقه من الناس دي جرائي يا احمد احنا مش قولنا بلاش نتكلم في السياسة السياسة في حياة كل انسان مصري عايش في البلد دي وبعدين المجتمع لازم يعرف حقوق كويس ويقتص من الفاسدين اللي موجودين والله انا ما خايف عليك غير من الكلام اللي انت بتقوله ده جرائي يا ماما هو احنا هنخاف نقول كلمة تتحقه ولاي عاصم انا شايفة ان الشغل واخدك مين يا حبيبي وانا بشتغل عشان خاطر مين يا روح قلبي معه علشانك لكن انا يا حبيبي مش بتطمن عليك غير وانت جنبي عايزك تبقى قاعد معي ونسيب شغلنا بقى الغرب يتصرفوا فيه لا انا الحقيقة فكرت ان احمد ابن اخوي يمسك المكتب بدألك يا حبيبة قلبي احمد ابن اخوكي عنده وظيفته وظيفة مهمة قوي وحدة كل وقته لا احنا ممكن نديله قده مرتبه ثلاث مرات خمس مرات مش مهم هو ابن اخويا وعلى ايه ده كله انت شايفاني انا مقصر في اي حاجة لا يا حبيبي انت مش مقصر ولا حاجة بس انا عايزك تبقى جنبي على طول عايزك تستريح يا روح قلبي انا جنبك على طول ونقدر استحمل قابد عنك بس برضو في نفس الوقت انا اللي لازم اراعي شغلك بنفسي محدش هيكون قلبه عليك زي ايوه بس ده احمد ابن اخويا انا يعني مش جايز لما يعرف ايه اللي عندك ممكن يطمع فيك ايه يطمع فيا اليومين دول ما حدش بي امن لحد حتى الاخو يا ربك فينا شر الطمع يا رب يعني ايه نيابا عايزة تنشر قدلة التهامي هو لا كان حد حقق معايا ده سمو كلام فارغ يا ابو الفتوح انا بقولك اللي انا اسمعت وجايز جدا يكون كل ده مجرد اشعاعات او محاولات من احزاب المعارضة انها تضغط على لجنة الشريعية نعم انت قلت ايه انا مسمعتش كويس احزاب ايه احزاب المعارضة هي فنحن احزاب المعارضة دي وبتعمل ايه طب اهو انت راجل من رجال الدولة تقدر تقوللي اسماء احزاب المعارضة دي واسماء راساها بصراحة انا مش فاكرهم كلهم ما انت مازور يا مندوح بايه اصلا اساميهم كتير ودخلت بعض انت يعرف ان كلامك مصبوط يا ربي يعني ايه؟ الأحزاب مدهاش دخل بالنشاعات دي؟ لو انت همك ايه يا شادي بيه؟ عارف لو ده حصل يا شادي بيه؟ انت ساعتها بقى تهيي بنواب الحزب بتاعنا انهم يقدموا استجواب للنائب العام اهل اقتراح ده مصبوط وفي ساعتها النائب العام هتراجع وهيتصور من الاتنشر هو الحقيقة وانهم ما منهمش اي يد فيه يا اخواننا ان لنا خايف منه ان اللجنة التشريعية توافق خلاص يبقى عليك بقى وعلى اعضاء اللجنة دي انت مش بتقول انها لختك بهم كويسة؟ ايوة يعني مش كلهم بس فيه واحد منهم سماوي وقارش منحدي المهم انك تقل العيار مع بقية اعضاء اللجنة ويسيبك من اخينا ده بقى خالص ساعتها بقى هيحس ان هو الوحده واوكيرلك مش هيقدر يعمل اي حاجة نجرب يا سيدي وانت قلب بس اهم حاجة تشوف سكة مع رئيس النيابة ده مش كيفاء سيف المعز لازم كمان يشوف دهبه حيشوف دهبه لان انا خلاص ابتديت اشوف سكة ازاي يا شادي بيه؟ قول لنا يلا يا بنات نروح عالكافيتري فرجع المحاضرات انا كمان جعانة موت عايزة اقول اي حاجة رمضة دي كده على طول جعينا يا بدي انت الحق دي الساعة احداشر اصحيت من نوم اتاخر بعدين مالحقيت شافتك اي يا استاذة كنت سهرانة للزاكري قاملتوا يتبصها رعيتي نجو طيب هنقعد ندايا عالت في الكلام لغيته من محاضرات تانية تبتدي يلا ايه ها تاخدوا ايه؟ ليه السؤال ده؟ هو انت اللي عدمينه؟ ايوه معلش يا سلوان اصلاحنا متعودين كل واحدة تدفع حسابه هتخلونا ندفع المراتي؟ لا معلش اصلاح مسألة مبدأ مبدأ انا ملاحظة ان المبادئ كده بتقوي عاملك يا معه هو ده غلط في حاجة؟ مش غلط بس لازم اكون عارف اللي بيحصل في المستشفى وهيكون بيحصل ايه في المستشفى دكتر شهاد؟ انا حجزت غرفة العمليات علشان اعمل فيها عملية اظن دي ما تحنش حاجة بصفة المسؤولة على المستشفى دي لازم اكون عارف كل انواع العمليات اللي بتحصل فيها يعني المسألة ما هي السابقة دكتور مش اكتشف تاني يوم بعد مراوحت ان كنت عملت عملية وبعدين بقى ايه نوع العملية اللي انت عملتان بارح بالليل الساعة واحدة بعد نص الليل؟ اه دي كانت عملية استقصال كلوة لطفل من المؤسسة اللي بتشوف عليها مساس ماركتسي ليه؟ كان مالها الكلية دي؟ كانت مصابة بكانسر وفين الكلية المصابة بالكانسر دي؟ السؤال الغريب ده هتوفر شهاد؟ انا لمسأل انت تجوبني ما تنساش ناك انت بتشتغل عندي هنا في المستشفى الكلية دي جيل اني لازم ابعتها تتحلل ما دام انت مصمم قوي كده يا ابعتها لك اكسي لازميه ماخزة مدام سوراي؟ خير هي وفي والد التلميزة برا حاسة دابل حضرتك هي مين اللي كان بيزعبر؟ هي حضرتك يا أستاذ؟ ليه؟ ما عرفش عملت طول ايه شغل النظم ده؟ وايه المدرسة دي؟ ايه الحصة التقوية دي؟ طب خليها تطول حاضر يا أستاذ فضل صباح خير يا ساتة متحر صباح خير فضل اليوم دي؟ متشكل تباين عليك اذا علانة قوي من المدرسة في حاجة حسنا؟ غضبنا عني يا ساتة المدير يا إحنا صدقنا بقينا حل يرحمنا شوية من الدروس الخصوصية وقلت هكامله هنا في المدرسة حصة التقوية مش كده برضو؟ مزبوط طيب تغلوا علينا السعر زي الدروس الخصوصية؟ هي بنتك كانت بتاخد دروس خصوصية؟ طبعا هاي كانت بتاخد بالحصة ولا من المجموعة؟ بالحصة طبعا يا أستاذا تب تدفع كان في الحصة؟ كنت بدفع لها في الإنجليزي والرياضة تلاتين جنيه طب ايه وجهة اعتراضك على حصة التقوية؟ اعتراضي نحمد زي الزدحمد اللي احنا كنا عايزين نوفره مدرسة خصوصية؟ بنسفلها بحصة التقوية بس احنا ما طلبنات زي الدروس الخصوصية احنا كل اللي طلبناه اشتراك على مده مين جنيه مقابل عشر حصة؟ ازاي الكلام ده؟ ومايدة بنت ازاي قليلت العشرين جنيه في الحصة؟ هي قليلتك اسمها ايه وفاية؟ اسمها فوقية براهيم عبدالدايم الثانية رابعة ايو يا أستاذا عليات من فضلك هاتيلي فوقية عبدالدايم الثانية رابعة لحظة واحدة واحنا شغلين النهاردة البقية ساعة كامة زي ما حضرتك قلت؟ ايو يا روبرت زي ما قلتلك قبل ساعة تاسعة شكرا مالك دكتور شهاب انا حاس ان انت عاصة بالنهاردة تحيب اجيب لك كوباية عصير؟ لا لا خلاص انا قديت مش عارف ليه تومس ده لما بشوفه بتنرفس تحيب اقولك على حاجة تخليك ما تتنرفس؟ ارفده من المستشف بس مارجر طبعا حتصامن من انا رجعه ما هو قريبة؟ انا ما قلتش ان انت ترفده لكن حاول ان انت متشوفوش خالص ما ينفعش ما لازم مشوفتوش في المستشفى حشوفو البيت ده لازقة بق ولازقة انجليزي كمان ماما هو في حاجة؟ تعالي يا فوقي مفيش حاجة هو ايه انت اشتركت بحسس التقوير؟ لا لست طمال جبت حكاية راشين جديد من ايه؟ في واحدة زميلتي قلتلي عليها مين زميلتي جديد؟ سكتة ليه؟ قليلنا مين هي يا فوقي علشان خاطر نجيبها ونسألها جابت الكلام ده مين؟ الكلام يا فوقي ما تخافيش يا بنتي ممكن تكوني بنتي دي بتضحك عليك؟ بتعياتي؟ بتعياتي ليه؟ بتعياتي عشان بتجذبي مش كده؟ ايوه ايوه بتجذبي؟ قليلنا بقى كذبتي ليه؟ قطلي قطلي كنت عايزة تشري موبايل؟ موبايل؟ موبايل يا فوقينا بابا مش قادر يصرف علينا مش قادر يا أفكار ما وانتي عايزة موبايل؟ موبايل ما كنتش أوريك؟ انا حوريك في البيت يا مدام يا مدام اهدي يا مدام اهدي حضرتك فوقية دلوقتي هتعتذر وان شاء الله هتشترك في الحصص بتاعة التقوية وحتبقى كويسة جدا ان شاء الله هتجيب نتيجة زي الفل وان شاء الله هتجيب لها موبايل ان شاء الله يا ربي حتى موبايل مستعمل يعني ايه دا يا عاصم انت خارج ولا ايه؟ ايه يا حبيبتي طب ما قلت ليش يعني ما احنا كنا عاديين مع بعض تحت؟ ما انت يا حبيبتي كنت مشغولة في التليفون مع مريحة يا انا بصاحبتك؟ طيب وعلك كده بقى رايح فين؟ ابدا في جامعة اصحابي عز مني على قاعدة طب ما انا عايب سواجي معاك يا عاصم تيجي معايا فين يا روح قلبي؟ دي قاعدة كلها رجالي طب وفيها ايه يعني؟ ما فيها انا ما يصحش ما حدش فيهم جاي بمراته معاه طب انا عندي فكرة ما تخليهم يجوا هنا وانا احضر لكم صهرة جميلة قوي اه معقول يا كلف دا يا سنسل واحد مكلف نفسه الشيء فلاني وعزم صحابه وعملوهم قاعدة او ما اقول له انا فركش القاعدة وهات صحابك وتعالى صهروا هنا عندنا؟ عارفة سعيتها بقى هيقول لي ايه؟ هيقول ايه يعني فيها ايه؟ ماهم بيصهروا هنا على الطول مو علشان كده يا حبيبتي هيقول لي انت مستظرني مستقلة بيا عشان انت يعني ساكم في الصرايا سعيتها بقى هبقى مكسوف ومش هعرف ارد عليه وهبقى في نص هدومي يرديكي كده بقى يا حبيبتي لا ما يا ابنانيش بس عايزكت غير الكرافتة دي عشان مش عاجباني ليه يا حبيبتي دي حلوة انا عايزكت بقى اشيك واجمل واحلى رجل في القاعدة يا حبيبتي انا اشيك واجمل واحد بيكي ميش بالكرافتة طب يا حبيبي بس اوعى تتأخر لو انا اقدري حبيبتي هستناك ان شاء الله حبيبتي بس عن اذنك بقى لشان صحابي مستنييني ودوب بيتقمسوا بسرعة طب بقولك ايه بعد ما تخلص صحيح وقبل ما تخرج لازم تشرب جوباية ميا عشان ما تاخدش بارت حاضر يا حبيبتي هشرا والمحيط كله عن اذنك بقى باي باي مع السلامة حبيبي تروح وترجع بالسلامة المهم اللتيكتب تحليفة العيداني cancer of course cancer يعني دلوقتي شيها بتطمن انه كلامك صح المهم ان ما اعرفش ان الكليا دي بتاعت الولد الامريكاني الغني واننا نقلنا مكانها كلية الولد الافريقي انما مين اللي قالوا ان انت استخدمت قط العمليات يا حبيبتي ده مش سر ممكن اي حد في المستشفى انا خايفة يكون حد من الاسطفل اللي اشتغلوا معاك يقول حاجة لا من ناحية التطمن خاطص خلينا بقت المهم عندك حالات كتدة اشتغلوا اشتغلوا موسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة